في عهده لكن بعد كده لما مجد كبت صالح سليم طلبوا تجديد العقدة حتى كبت صالح سليم كان موافق لانه وقتها خدت وسط الملعب في النادي الاهلي عيام هيدوكودي كان مليء بان يجوم كبار كبت صفت عبد الحليم طهر الشيخ محسن صالح مختار مختار شطة جمال عبد العظيم وبعد كده طبعا محمد عامر ومكد عبد الغني يعني كان مكان حقيقي مكتظ جدا فكبت صالح سليم يعني سمح لمشير انه يعني يجد التعقد عشان هو اللعب جيد جدا ومستوى متميز استمر هناك سنوات طويلة ودرب سنوات طويلة واصبح الحقيقة من الناس او النجوم الرياضيين الحقيقة بيشتركوا في كل المناسبات والتكريمات اللي موجودة بيروح هناك مشير عصمان في حاجة تاني ناس متعرفهاش مشير عصمان محاضر افريقي من سنة 2006 عندما اخترته هو وحلم طولان وكبت شوئ غريب وكبت شوئ عبد الشافي والمجموعة دي حقيقة من الناس اللي كانوا عندهم قدرة كمان على توصيل المعلومة وعنده خبرة في التدريس وانه يبقى محاضر ودي طبعا حتى الان يعني هو بيمارس هذا العمل بيروح ليبيا وبيروح في الامارات بدي دروس في كرة القدم لانه خبرة كبيرة جدا وعدينه منطلع ومثقف جدا في كرة القدم ومدرب من المدربين اللي كفاء جدا دربوا في مصري هنا في عصوانه ودربوا في سموحه ودربوا في مختلف الاندية انا حقيقة بعتقد ان مشير عصمان ده كان نجمي من نجوم الزمن القديم زامي الحقيقة محمود عبدالحية على عدل الجمال على عبدالشافي على عبدالعجز عبدالشافي على الكابت المصطفى عبدو نفسه زامله حقيقة مصطفى عبدو لما انجل نادي الاهلي كان في الفريق الاول فبردو ايه يعني عصره وبعد كده طبعا نزام الحقيقة برضو يعني لعيبه كثيرين جدا من لعيبه اللي بدأوا هم فريق التلامزة مشيري بطبعه هادي ما عندوش اي حاجة تخليني ايه اقوليك مسلا اعمل فيك مقالب اه يهزر معك الزارباء لا هو حقيقة شخصية متزنة فكرا وعقلا وعلما كمان فاعني اختلاطي بيه ما كانش في كرة القدم وقتها لكن اختلاطي بالان اصبح اكبر على مدارة التلاتين سنة والاربعين سنة اللي عدوا دول كنت حقيقة متواصل معي بصفة مستمرة وانا حقيقة باعتقد ان يعني انا من المحظوظين اللي زاملته هو وكابتن حقيقة محمود رجلي اللي رحى متوفى كانوا الاثنين وسط الملعب من اميز الاثنين شفتهم في وسط الملعب حقيقة مع كابتن صفوة